كيف تأثرنا سياحياً بحرب غزة وفي رأيك إلى ما يستمر هذا التأثر خليني الأول أشارك السيدة المشاهدين في الحلقة السابقة مع حضرتك كنا منتشين جداً وبنتكلم عن أن السياحة هتحقق أرقام غير مسبوكة وقدنا تخطى 15 مليون سائح بواقع 17 مليار دولار إرادات حقيقة كل كبير وصغير في القطاع سعيد جداً بالأرقام اللي حققناها لأنه الإحصائيات في النص الأولاني كانت بتشير الأرقام فطبيعة الأرقام في القسم الثاني من العام هيكون بيشير لهذه الأرقام إحنا قادرين نقول تقريباً هيحصلين وعندك أجواء جيدة بتكمل لك السنة بنفس الإقبال وأكتر كمان صحيح فأنا هجز سؤال حضرتك إلى أكتر من جزء هتكلم على الجزء المصري حالياً إحنا هنقسم الخريطة السياحية إلى الأقصر وأسوان والكاهرة ويجا نفسينا شارم الشيخ دهب طاب ليه بقسم التقسيمة دي؟ لأنه التضرر مختلف أنا عندي كان الإشغال العام في مصر بالكامل يتخطى في بعض الفنادق 110% ما كانش فيه أي غرف فندقية أفضية إحنا كنا بندور على غرف وبناخد شقة بيأجروها ونعملها بمستوى الغرف الفندقية وكنا مرعوبين إن إحنا ننزل في مستوى الفنادق وده يأثر على الريبيتر أو الناس اللي بترجع تاني مصر فبص يعني من كتر ما خلاص الإشغال فلي بوجد كل الفنادق إحنا كنا راحين بقى بنتكلم في أرقام تانية خالص خلينا أرجع للتقسيم اللي قلتها طابة الفنادق النهاردة يعني كانت في بداية الأحداث 15% بعد 100% و110% وصلنا 15 النهاردة بالكاد 5 وفيه بعد طابة دي بتعتمد على الإسرائيليين بالنسبة كبيرة خلينا أقول حضرتك هي بتعتمد على ثلاثة الإسرائيليين والحجاج المسيحيين اللي بيعملوا الثلاثة دول في إتمام الحج المسيحي أو التأديس المسيحي اللي هو الأردن ومصر والأدس ده إيه ده بيعملوه عن طريق الأردن بري هو بيوصل الأردن ما أنا روحت بالطيران ما ليش علاقة لابطابة ولا بقى خلينا ما تكلمش عن مصريين خلينا نتكلم على الأجانب بالأجانب مثلا دولة زي نقول رومانيا أو أندونيسيا شارع أسيا حينزل مطار الملكة العالية في الأردن هيخلص البيترا والداتسي أو البحر الميت وبعدين من جسد الشيخ حسين يدخل على القدس بري بري الزبط ما من القدس بعد ما يخلص المزارات والزيارة والتقديس يطلع على إيلات لمنفس طابة يبيت للاف طابة فكانت طابة معتمدة بس مش على الإسرائيلين وهل ده كان أسهل لهم أن هم يعملوا دايريكت فلايت لعالية أو لبنجوريون هو البرنامج كباكيج بقى أفضل لي أنه يبقى وصوله مطار عالية ومغادرته مطار القاهرة كان جازب بهذا الشكل هو الباكيج كده أفضل لأنه غطى الـ 3 كونتريز أنت وصلت للأردن خرقت من القاهرة أو وصلت القاهرة ومشيت لطابة للأدس للشيخ حسين مطار عالية بعد ما خلص زياراتها زي بالزبط الـ Nail Cruise لما كنا منروح على مطار الأسر ونرجع من مطار أسوانا في النص صناعي صحية صحية فالعايز أقوله أنه إحنا ما كناش معتمدين بس على الإسرائيليين أو عرب إسرائيل لكن كنا معتمدين على كل الحجاج من العالم من الأمريكان الجزء منها مهم جدا في الرحلة أنه ما يروح للأدس أنه هو بيزور سان كاترين فبيجي يعمل محطة طابة بعد ما بيخلص الأدس بينزل هو هيغادر من القاهرة فبنعمله الطور إزاي بنزوره سان كاترين بعد ما يبقى ليلة الأدس ليلة سان كاترين ليلة طابة أصدق ليلة سان كاترين وليلة القاهرة أو التين القاهرة بعدين يغادر من القاهرة فبقى البرنامج كامل شامل في كل المظاهرات الدينية حتى في القاهرة المظاهرات الدينية وده كان بيبقى بقى معلش سوري سؤال فرعي كده ده كان بيبقى بالاتفاق بقى مع شركات سياحة مثلا ولا هي الشركة دي ايه جنسيتها اللي بتعمل الرحلة جزء منها في الأردن وجزء منها في إسرائيل وجزء منها عندنا ده باكيج ده باكيج إحنا ندينا بيه واتحادنا في بيعه أو التلت دول إنه بيبيع رحلة الحج المسيحي شاملة تلت دول تلت أماكن اللي مليانة كل مكان أحداث بالضبط كده اللي فيه كل الأحداث فاللي بيجي مش هيجي عشان خمس ليالي القدس ولا هيجي عشان تلت ليالي القاهرة لكن بيجي بيعمل رحلة تقديس 12 يوم شاملة كل بوعين كاملة حتى مصاريف الرحلة بتبقى عالية من طيران لو هو جاي من شرق اسيا فتبقى مجدية لي أكتر إنه خلاص هو دفع الطيران البعض كده كده جيه فيقعد يغطي التلت دول أوكي تمام إيه بقى التضرر هذا التأثر بقى وهذا التضرر نسبته كام في السياحة المصرية كلها خلينا أقول إن فنادق طابة نوابع ذهب مهددة بنكون فنادق خاوية تماما ماشي أوكي خلاص ما أنا فهمت ما هي 5% شبه مهددة أصدق النسبة بقى دول يساووا نسبة قد إيه من السياحة المصرية أوكي حقيقي عايز تحسب الدرر أنا عايز أحسب الدرر احنا عندنا أكتر من 6 مليون سائح بيقصد الحج المسيحي في منهم ما يقترب لأربعة مليون بيجينا بس من منفستهم تماما سنويا فاحنا عندنا رقم كبير رقم كبير رقم كبير نحنا بنتكلم على يعني ربع ما كنا نتمنى أو كنا نتصور أن نحقق خليني أقول المشكلة مش في الأرقام ديت المشكلة أن مصر جزء من الميدل إست أو الشرق الأوسط النهاردة لما حصلت الأحداث ديت إحنا حصل كمية إلغاءات في الأقصر وأسوان وفي بعض الأماكن التانية تأثرا وخوفة من والدول الغربية قالت لك قالت لك إحنا نسحب الناس بتوعنا ما تروحوش خطر تروحوا مصر خطر تروحوا الأردن خطر تروحوا المغرب صحيح صحيح وبعد السفرات حذرت رعاياها أنا هعتبر أن ده حاجة مؤقتة ولا أنت رأيك إيه إذا عرف السبب بطل العجب لا هي مش مؤقتة هي تستمر هي طبعا مؤقتة أكيد بس كلمة مؤقتة قد يظن البعض أنها قد تستمر لشهر أو اثنين مثل ما قيلة في بداية الأحداث شهر اثنين وينتهي الأمر خلينا أقول لك من وجهة نظري كشخص باحث في هذا الأمر ومتخصص لأننا من الناس اللي مركز على السياحة الدينية بطبيعة الحال أنا بتردد على الدول دي رايح جايفة آه بتروح الأردن وبتروح إسرائيل طبعا طبعا خلينا أقول لك هي القضية من البداية هي قضية مرتبطة بحفر موازية لقناة السويس تسمى بقناة بن جوريون انتهى المشروع دو بن جوريون بن جوريون آه اللي على اسمه المطار برضو صحيح طبعا دي من اللي فين بقى دي قناة بتربط البحرين الأحمر بالمتوسط بتبدأ من الهند مرورا لحد طريق بحر الحريري أو الطريق الحريري وبتعدي بقى هي موازية بتبدأ من إيلات يعني دي جزء من طريق الحرير بتاع الصين لا 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 خلينا أشرح حدود صح من بدايته هيبدأ من إيلات هيعدي على غزة إيلات طبعا على طرف صحيح الخليج اللي هو صحيح اللي هو التاني اسمه إيه خليج إيه آه العقبة العقبة هو هيربط هو هيربط البحرين بطريق أقصر هيعمل قناتين فيهم ميزة مختلفة عن ميزة قناة السويس هو مش هيقفل يوم ويشغل يوم في الزهاب والقياب لكنه هيعمل قناتين كل قناة بتبقى واحدة طلعة من الأحمر للمتوسط والتانية من المتوسط للأحمر آه دي ميزة أقصر قناة حيبني على طلحة فنادق وملاهي طب دي القناة دي آه يعني دي طبعا هتنقل إسرائيل اقتصادية النقلة كبيرة قوي هتنقل إسرائيل اقتصادية النقلة آه مرتبطة بماد غاز آه آه طبعا كل حاجة بقى حاجات تنية ميش مقرد كهرباء وإنترنت وكله كبلاد بقى وعتسحب من اقتصاد دول مجورة لأن قناة سويس يعني الأردن قد تتأثر تأثر بالغ بهذا الأمر آآ مصر هتتأثر بهذا الأمر ده إيه تتصوروا بقى المشروع ده ابتدى إمتى آآ المشاعدة من أربع سنين شغالين فيه من إمتى متصورين يخلص إمتى ولا دلوقتي هم عملوا يعني هم افتعلوا كل القصة دي عشان يحفروا والإيه بالزبط حضرتك قلت التعبير الدقيق جدا إن القضية مفتعلة ولو درسنا إحداثيات أماكن الضرب في غزة آآ هي تبعد كل البعد عن الأماكن أنا ممكن أسأل شوية أسئلة كده واسبها للسيد المشاهد يفكر فيها آآ يعني آآ آآ أماكن الضرب في غزة آآ هل حماس لم تدرك أنها ستبدأ عملية آآ آآ أمام الجيش من الجيوش الألعاتية أو القوية في المنطقة آآ وهي مش عارفة عواقب ما بدأتو آآ السؤال الثاني الكوبة الحديدية كيف تتصدى لألف وخمسمائة ساروخ في غضون ساعات آآ وتسمح بمرور بعض السواريخ لا هي مفتعلة لا استثارة الرأي العام الدولي حاول أن إسرائيل ضحية لهجوم وأنها بتاخد حقها طب لما أنت تاخد حقك طب أنت بعد ما وصلت لمقتل أكثر من عشر تلاف أنت مستنقى تاني يعني أنت عادت تبيدي شعب بالكامل طب وإيه علاقة ده بالاجتياح البري طب بعد الاجتياح البري أنت عادت تنشئ مناطق معينة عسكرية فين بالزبط هنا المخطط سيكتشف وعشان كده ده هرجع لسؤال حضرتك هل الأمر هيتول ولا الأمر سريع لا الأمر طالما فيه مشروع وطالما فيه حاجة حتى يحتاج لوقت أعتقد سيستمر هذا الصراع اللي غير مرتبط من وجهة نظر بالقضية الفلسطينية لأنه يعني إحنا لم نشهد كما في السابق أن حادث حدث مثلا في المسجد الأقصى فاستصار الغزوية أو استصار الفلسطينيين فحصل عملية بعد لا لم يحدث هذا تماما كان سلام وكان هدوء في المنطقة ومرة واحدة اكتشفنا بهذا الهجوم وعليه علامات استفهام لماذا هذا الهجوم وهل إسرائيل لم تعلم به قبل وده بج كويسشو مارك أو علام سيم كبيرة يعلمها الخبراء في المنطقة هل إسرائيل لم تعلم بهذا الهجوم من قبل أو قبل ما يحدث أو كانت تعلم ترجمة نانسي قنقر